ولا عودة إلى العلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء مفرقة شاسعة بين قدرة بغداد على إتقان دور دبلوماسي يندر وجوده في العالم المضطرب بين أقطابه الشرقية والغربية وورقتها الداخلية المحترقة بيد صراع الخصوم أو السباق على الكراسي بغداد التي ضمدت نزف قطيعة بين دول شقيقة تضع بصمتها الواضحة هذه المرة بدخول أبواب جولة خامسة على مستوى رفيع من قطبي الصراع الإقليمي الرياض وطهران وعن كثب كانت الرحلة المكوكية التي يجريها العلاق لتقريب المسافات على طاولة التهدئة وإخماد غليان القضائف السياسية والأمنية وتهدئة مياه الخليج الأبرز منذ عام على مدى جولات الماضية وهنا يقرأ سيناريو الوساطة العراقية بين السعودية وإيران بمحورين أساسيين إذ تذهب الأصوات الدولية لتأييد الدور العراقي لما له من أهمية كصمام أمان في المنطقة بما يحقق توازنا سياسيا وأمنيا بدلا من لعبة الموت التي حرقت الأخضر واليابس مثل ما يحصل في اليمن وسوريا وينال العراق منه حرق الأصابع لقرب المسافة مع نزاع الأطراف المحور الأهم شأن البلاد الداخلي الذي يكتوي في نزاعاته السياسية وأمراض ترهوله وفساده الإداري ونفوذ أشباحه بفعل تحريك أحجار الشطرانج بيد خارجية واستخدام العراق الرقعة الميدانية الملتهبة بما يحقق نفوذ تلك الأجندات لذا فإن العين العراقية أولا والعربية ثانيا والعالمية ثالثا تنظر إلى العراق بانتظار بصيص أمل على أحر من جمر التوتر والفوضع ليعادة النسيج العربي بألوانه العراقية وإتمام صفقات التوازن التي تعتبر الحل الوحيد في إنهاء شلال الأزمات في المنطقة تفاؤل بنجاح جديد سجله العراق سابقا في لعب دور الوسيط على أن يكون مفتاح خير لعقدة بغداد السياسية وفكروا مزيح جيتها التي يراها عراقيون كما لو أنها لعنت بتعويذة أعداء البلاد على أرضه ومن خارجها ترجمة نانسي قنقر